بسم الله الرحمن الرحيم الحياة الدنيا لا تسير أبداً في خط مستقيم فهي لا تصف لأحد المشقة والشدائد والمصائب والبلايا ضيف لابد منه يا سنة الله تعالى التي لا تتبدل مع عباده وهذه حقيقة يؤكدها الله لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد فيها المشقة والمصائب كل شدائد الزمان هي محق لإيمان المرء واختبار لصبر المحتسبين وثباتهم عند حصول المصائب والبلاء ليتبين الصادق من الكاذب والصابر والشاكر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالله بحكمته البالغة يبتل عباده ليقرب الصابرين وليجزيهم من فضله فإذا ضاقت بك الدنيا وغمرتك الأوجاع وضجت في عروقك الآلام وجاءت الأمور على غير ما تريد واختنقت بالتعب فلا تجزع ولا تسخط فالبلاء يذهب ويبقى أثره وأجره وليكن عزاؤك الدائم إن ساءت الأمور في هذه الدنيا أنها تدابير الله فمن طابعة الدنيا أنها لا تأتي كما نشاء فاصبر على ما لم تحط به خبرا وعلم أن الخيرة فيما اختاره الله وما قصة موسى والخضر عليهم السلام إلا حكمة وموعظة فقد كان الظاهر هو ابتلاء لكن في الواقع هو فرج مرة أخرى وما قصة موسى والخضر عليهم السلام إلا حكمة وموعظة فقد كان الظاهر هو ابتلاء ولكن في الواقع هو فرج إذن سلم أمرك لله ولا تتعجل فالله لطيف بعباده وليس هناك أعظم من فضل الله عز وجل فإذا حرمك الله ما تحب فلا تحزن وتذكر أن الله قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فاطمئن إذن لتدبير الله تعالى وحكمته واعلم أن الخيرة فيما اختاره الله تعالى فاصبر على ما قضى ولا تيأس أبدا من لطف الله تعالى ورحمته وتذكر قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فلا تفقد صبرك إن ضاق بك الحال ولا تنس أن العطاء الجميل يأتي بعد صبر جميل في هذه الدنيا الفانية تجمل بالصبر وتحل بالرضا واحتسب الأجر وتذكر ما أعده الله تعالى لأهل البلاء والمحن وبشر الصابرين أرح قلبك أرح قلبك فسيكافئك الله تعالى على صبرك ثق بمشيئة الله وحكمته وسعة رحمته وبعظيم عدله واعلم أنه ليس عيبا أن تلجأ لله تعالى عند ضائقة حلت بك إنما العيب أن تقطع الحبل الذي بينك وبين الله حين تذهب عنك البلاء وتحل عليك الرحمة فكن مع الله تعالى يكن معك في كل أحوالك استعم به وتوكل عليه فهو أعظم معين ترجمة نانسي قنقر